دكتور إيهاب الكومي صديقي وزميلي العزيز عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري دكتور إيهاب مليون مبروك التأهل لدور الستاشر مليون مبروك إيهاني مليون مبروك ليف وكل المصريين مبروك لمصر وكلها الحمد لله صعود صعب لكن الحمد لله تحق وده يعني كان مستغنة كلنا وإن شاء الله وقد يمكن أفضل بيش دي صعود صعب فعلا تأهلنا جي بتعادل وبتعادل موزنبيق مع غانة الناحية التانية كلمني عن إحساسك كعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري في الدائية الأخيرة من المباراة خليني أتكلم عن إحساسك كمشجع قبل ما أكون عضو مجلس إدارة اتحاد المصري فإنني والله أنا ما أدرتش إلا أنا أعود أدام تلفزيون طولة الشرط التانية أو طولة الشرط التانية أنا ماشي في الشارع أسمع صحات الجمهور هنا وقف أسمح هنا لكن أعصابي ما كانش يعني أدرى إلا أنا أتحمل فكان الله في عون اللاعبين اللي داخل الملعب اللي أنا عاوز أقوله إحنا عملنا لودة كبيرة قوي قوي على لعبتنا داخل الملعب أي نعم المباراة الأولى صعبت الأمور في المباراة موزنبيق لكن أنا نفتكر في البطولة الماضية قسرنا في المباراة الأولى أمام ناجيريا وأطاعنا يوميها مستر كوروش وبعد كده الناس أغنت دي الصعود كان صعب جدا في الكاميرون وبعد كده الحمد لله مشت واحدة واحدة اللي أنا عاوز أقوله بس ما فيش أصعب من الصعود ده أنا مع حضرتك تماما يا هاني الصعود النهاردة بالتوثيق من ربنا سبحانه وتعالى بالعبات المصريين وبرجولة اللاعبين داخل الملعب أنت تحسين لكل لعب عاوز يبدو الأقصى ملدي في حاجة يعني وقفة لكن إن شاء الله بإذن الله الأخطاء اللي وعنا فيها خلال الثلاث مباراة الماضية عندنا جاس فني مرة ثانية وعاش والله يبقى أكد ثقة تديهم النوم كويسين جدا ومسا فتولي من أفضل الناس لكن يعني ثقة الجماهيد لازم تكون موجودة معا خلال المباراة القادمة وإن شاء الله بإذن الله ما وقعنا فيه من أخطاء خلال الثلاث مباراة الماضية يصححوا خلال ما هو قادم بإذن الله واللعبين الرجال اللي موجودين في أرض الملعب أثبتوا أنهما رجالة كل ما تعنيه الكلمة كل التحية وكل التفضيص لكل ما نشارك في المباراة ولكل اللي كان قاعد برا بيشجع في المنتخل عايزين برقية تهنئة حلوة كده بأسلوبك الحلو بتكتب حلو أنت قوي يا دكتور إلى الاتحاد الموزنبيقي على الجليل اللي جابوهم في غانا النهاردة أقول له هي كرة القدم لم يعد هناك صغيرا وكبيرا في كرة القدم تمام هذه البطولة أثبتت أن الجاه بداخل المساطين الأخضر هو الذي يفرق سيطرة وفرق سلمته في الحال طيب النهاردة المباراة على مرأة ومسمع من محمد صلاح في مدرجات الملعب أطمن الأول هل خلاص